اشتركوا في القناة وبدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وجاء اعتماد يوم البحرين الرياضي كيوم وطني يتم الاحتفال به سنويا بمشاركة أفراد المجتمع بكافة مؤسساته الحكومية والخاصة ويعد تأصيلا لاهتمام وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في اتخاذ التدابير الاستراتيجية الداعمة لنشر ثقافة الرياضة بين الجميع لأهميتها الكبيرة في حياة الإنسان ودورها الأساسي في بناء الجسم والعقل كما أكد المشاركون على ما توليه اللجنة الأولمبية البحرينية من اهتمام ملحوظ بالرياضة في مملكة البحرين على جميع الأصعد والمستويات التي تعد ركيزة رئيسية لرؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر